اشتركوا في القناة للأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة وفي دعم القضية الفلسطينية هذه القضية التي وحدت جميع طياف الشعب الموريتاني بمختلف مشاربه وتوجهاته وانا قشوا هذه الحلقة على ضوء البيان الأخير الذي اصطره حزب الإصلاح حول عملية طوفان الأقصى والأحداث الأخيرة في فلسطين ويسعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ محمد أحمد سالم طالبنا رئيس حزب الإصلاح وهو أحد الحزاب الأضنبية شكرا جزيلا على قبول الإصلاح طبعا في البداية طعنا في الصورة عنتم في حزب الإصلاح كيف تفاعلتم مع هذه العملية عملية طوفان الأقصى والأحداث الأخيرة الأحداث الجارية الآن في العرض في مصطين وفرس شكرا أخي الكريم في قناة المرابطون على هذه السانحة التي أعطيتمونها في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ الأمة نحن في حزب الإصلاح نعتبر مبدئيا ومن الثوابت المبدئية عندنا من خلال المادة الثالثة من نظامنا الأساسي أننا نتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية بالنسبتنا كأي قضية من القراضة الوطنية باتناء لا ننظر لها كقضية خارجية ولا قضية أجنبية ننظر لها كقضية من الهم الوطني بالنسبتنا ولذلك نحن السيمة التي ميزت طوفان الأقصى بهذه المعركة أنها معركة شماهيرية لأنها عبرت عن صميم الوجدان ذاتي لهذه الأمة ولذلك كانت فعاليتها ألهرت عنها أعطات الأمة يعاد التمسك بهوابتها ومبدئيتها ويقين ذلك الوعد الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى خاصية هذه المعركة أو هذه الفرصة أنها ستغير الحركة العالم وستغير الصورة ومعده على الرغم من اختلاف بعضنا أيديولوجيا مع حركة حماس أو مع حركة الجهاد الإسلامي فإن هذه المعركة كانت حاسمة بالنسبة لهم أعطاتهم شرعية الجهاد والنضال وشرعية الجهاد والنضال تفوق مشروعية الحكومات والسلط والمشروعية الدولية لأنهم بهذه الفعل التاريخي في هذا الفعل التاريخي حققوا ما لم يحققه النظام العربي في قرن من الزمن في النضال هي ضد الصيونية والاستعمار الحروب ولذلك من السمات ومن من الانتصارات العظيمة التي حققت وليست بأرقام خسائر العدو ولا بالانتصارات التي حققوا فإنها أدت إلى ثلاثة معطيات أساسية بالنسبة للأمة أولا أكد الأمة أن التمسك بالإيمان وأن وعد الله حق وذوك المشكين فيه تحت إغراءات القوة المادية والقوة التوازن الاستراتيجي بأنه كذبته لأن نعتد بأن ما يعتبر إسرائيل الجيش الثالث في العالم أو الرابع والقبة الآمنة والقوة الصاروخية والجيش على هذا أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبقوا بغضل من الله ومنهم أظهرت بأن المؤمنين المتمسكين بالإيمان بأن ما وعدهم الله به بأنه حق والنصر ثانيا ستؤدي هذه المعركة أولا إلى إنها مسار أسلو ومنها إنهيار بشكل كاذب وإنهيار ما يسمى بعملية السلام وأن هذه كذبة لم يتحقق وإنها شيء طيلة ثلاثين سنة محاولة تجربتهم هلا وثلاثين سنة إذا نفهم ومن هون أكيد بأن المناضلين في حركة فتح سيعرف أنهم كانوا ماشيين في المسار الخاطئ وبالتالي مشروعية السلطة الفلسطينية ستجد فلسهم مرغمة أنها تتحق بشرعية الجهاد والنضال عند حركة الجهاد وحركة حماس والقوة الوطنية والتقدمية معهم في غزة النقطة الثانية بأنها ستؤدي والحمد لله إلى توقيف مسار التطبيع اللي كان مسار يلوح فيه بعض الأنظمة النظام الرسمي العربي اللي إحباط واليأس بغياب الدول الوطنية والتقدمية في المرحلة اللي واجتهم القوة الاستعمارية اللي دمرتهم وغيبتهم المشهد ومجعلت النظام الرسمي العربي الباقي يميل إلى الاستسلام والتطبيع فالآن الحمد لله لأن أخذت الجماهير المبادرة أصبح النظام هامشيا في ذلك النقطة الثالثة وكل الخطابات الأيديولوجية التي حاول يصنع التطبيع هم لاستنتهي مما فيها الخطاب الإبراهيمي والخطابات الحوارات التطبيع وما يسمى كذب حوار الدين والشرائع وهما يعبرون بلديان فهذه المسارات كلها ستتوقف لأن الناس أصبحت يقينها أصبحت رؤية لعيني وعد الله بأنه أصبح قريب ومن هون جماهير شعب المريتاني وكل قواه الوطنية معارضة وأغلبية مختلافهم انسجموا على هذه الرأي وكذلك حكومتنا كانت ملي متقدمة بيان وزارة الخارجية متقدم على النظام الرسمي العربي في التعاطي مع القدر جيد نفهم من هذا أنه دعمكم في الحزب الإصلاح وحتى قاعد في هذا للمقاومة يعني للحل بالمقاومة بدل يعني الاتفاقيات الأخرى من تحت الطاولة والسلام نحن طبيعي نحن من تكوين النفسي والإيمان والعديولوجي أن كل واحد منا يفحص إيمانه ومستوى تعلق بالقضية الفلسطينية كل ما زالت تعلق بالنسانية معناها إيمانك بخير وكل ما نقص معنا إيمانك نقصها وهذا ماهو جديد على الإنسان المريتاني لأن نحن للمرابط طحمن ثالما التالي في القرن التاسع عشر يوصينا أن ما أشبر من باش يتصدق فليل عن اليهود معناها أن بالنسبة تعلقنا بالإيمان بالقضية إيمان مبدئي وهذا نحن في حزب الإصلاح لا نزايد على إخواننا في الأحزاب الأخرى وفي المجتمع المريتاني بكل تشكيلاته وإلوانه والتالي نحن فخورين نصى عن حكومتنا عنها عبرت عن نبض الشارع ونبض الشعب بهذه الواقع إذن يعني في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها بشكل عام للأمة وهي اللحظة مفصلية يعني برأيك ما الدور الذي يمكن أن تلعبه يعني الطبقة السياسية والأحزاب السياسية بشكل عام في دعم هذه القضية وتوصيلها للعالم بشكل عام نعم شفت هذه المرحلة مطامئنة هي ردة المبادرة للجماهر والمواطن والعمل وهم الذين أصبحوا عندهم وأظهروا عنهم هم الذين أصبحوا تقيد البروتوكولات الدولية اللي يقيد الحكومات أظهرت حركة الجماهر والحركة النضال والجهات في فلسطين واللي هي أكيد تعبر عنها كل الشعب العربي مما فيه فطنانا مطمئنة لأن النظام الرسمي العربي سيجاريهم يحسدهم على ذلك عدل الذي هو يعجز عنه ولكن سيجاريهم اليوم فيه هذا العنفوان الثوري هذا الاندفاع إلى الاستشهاد من مجاهدين ما ينتظروا علاوات ولا ينتظروا مرتبات ولا ينتظروا ترقيات في الجيش ولا ينتظروا يتدافعون إلى الجهاد ويتدافعون إلى الشهادة هذا موقف يحسدون عليه وهذا صحيح بأن الشعب الفلسطيني الشعب عبر عنه المرحوم ياسع رفات بأنه الشعب الجبارين وهذه حقيقة يأكدها بكل مكونه سواء كانوا مسيحيين ومسلمين كانوا دائما في طريقة والصبر عليها المستوى الصبر والتضحية اللي عدله واليوم تحت لم يفقدوا عصابهم بينما العدو الإسرائيلي اليوم فقد متحلل من التوازن النفسي ومن القانون الدولي وكذلك الدول الرائعي هتشاف يبقر النساء الحوامل ويقتل الأطفال ويقصف في قصف العشوائي هذا ما يعدلوه المجاهدين المجاهدين هدافهم وجه ويقينهم بالنصر واعد وفي الحقيقة ما وقع نحن نعرف بأنه فوق التصور الكوني به اللي تجاوز قوة الردارات والشبكة الموساد والتجسس الأمريكي والتجسس العربي المتساري معه هل هناك هناك قوة من الله هل هناك قوة من الله لا يعبرها إلا العالمين بألم اللدن وبالتالي نعرف أنهم هناك مدد من الله هو الذي جعل المسلمين ينتصرون طبعا هناك قصف عنيف الآن على ضز ردت الفعل الإسرائيلية بشكل عام برأيك متطلبات المرحلة ومتطلبات المرحلة عن أهل الفلسطين أثبتوا للإنسانية وأثبتوا للشعب العربي وأثبتوا للمسلمين أن النصر ممكن أن النصر ممكن بهذا اللي وقع فيه هذه الأيام القلايل يتلك أنه لم تعملوا جميع الجيوش العربية مجتمعة لا فيه هلاه السبعين ولا فيه مرحلة حرب الاستنزاف العدد الذي قتله حتى الآن الإسرائيل لم يقتل من الثمانية واربعين حتى اليوم بلاها أن وبوسائل أقل وبمدد أقل وبقوة ألامية مولة فلسطينية تمارس بالهات وبالوسائل المعدودة وبالتشويش وبفترة زمنية أقل وأكيد أنها إذا كانت 18 سبتمبر غيرت العلاقات الدولية مسارها فإنما وقع في 7 أكتوبر سيكون العالم ليس العالم ما قبل 7 أكتوبر فالتأثير المبادرة التي قبلها الفلسطينيين في تغيير حركة العالم وتنظيمه أمتم من الحرب الأوكرانية الروسية وأمتم ستكون من حرب 11 ستمبر لأن هذه كلها ملاهر من استمرار المعركة الكونية الأصلية هي المعركة بين المسلمين مع الأولى عرب مع اليهود هذه هي كانت محل القسام في الثنائية القطبية وهي كانت محل هي أسباب الغزو للعراق وسوريا وهي أسباب الغزو وهي أسباب الصراع الحقيقي هو مركزه هو الأقصاء وبالتالي اليوم المبادرة فيه لللي وقع سيعيد النظرة إلى القوة وطريقة صناعة القوة وهي يشعل الإيمان دوره أقوى فيها من السلاح ومن وشعلتهم لمستوى اليوم الشيوع يشعل العلوم متاحة الجميع صبحوا الشباب المهنجسين من الفلسطينيين ومن الأخوان الشقائهم العرب ومن اللي شاركوهم يبدو أنهم شاركوهم وشقائهم من العالم الإسلامي من الشقائهم من العالم الإسلامي لخالد مش على أعترف بأن خبرات المهندسين العراقيين شاركوهم في الصناعة وتطوير المعركة ويدوات الاقتتال هذا العمل إجعل الأمور تكون أكثر فعالية وأكثر جدية ونعرف أن الله سبحانه وتعالى هذه لا بداية النصر ولكنها بداية قوية ومؤشرات تشجع أنهم يقعد كما كان يقال بأن صواريخ غزة هي ألعاب نارية وأنها عمال صبيانية الحرأنها أكثر من فعال الدول المؤثرة السابع من أكتوبر يعني ليس كما قبله كما أسلفت الآن ناتنياهو وعد بأنه سيغير وجه الشرق الأوسط وفي هذه الحالة يعني مطلوب الحكومات العربية برأيكم شفت ناتنياهو وغيره والأمريكيين ويسوى بايدن ويسوى غيره أوعوده بأنه سيغير هذه غنية قديمة من 48 هي عند الإسرائيليين وعند الأمريكان وعند غيرهم هذه الآن المعركة اثبتت بأن العالم لم ينقسم على قوة مؤمنة حتى بقوة الأحرار كيف يظهر في نسويلا وظهر في كوبا وفي كوريا وفي العالم بأن المعركة العالم أصبحت بيد الشعوب الراغبة في تحر ولكن المؤمنين والمسلمين والمؤمنين بصفة عامة أخذوا المبادرة ونعتوا بأن في السنوات التالية أصبحنا في مرحلة ما بعد الأخلاق أصبحنا مرحلة تسويق المثلية ومرحلة تسويق حتى البشرية أصبحت في مرحلة ما بعد الأخلاق ومرحلة الشيوع الأخلاق ما بعد وحشية الإنسان ومع ذلك اليوم من خصائص هذه المعركة أنها سترد ترد المسيحي إلى كنيسته وسترد المؤمنين إلى مسجده ونقتنع بأن الله سبحانه وتعالى لله الأمر ومن قبل ومن بعد وهذه هي الحقيقة التي أظهرت بهذه المعركة هي معركة من معارك الإيمان ومعارك الإيمان قضاء فيها والتوجيه ما هو بالمعارك الاستراتيجية العادية كما تقاس بالميزان القضاء أنتم كسياسيين وكبرلمانيين يعني ماذا تعودون الجامعة العربية مثلا تعودوا لها مثل هذا النوع بالحلحة النوام الرسمي النوام الرسمي العربي اللي زمن من عاقب 92 من اجتياح العراق ومن حرب الخليج دولة فقدت الجماهير الثقة فيه النوام الرسمي العربي والجامعة العربية حتى الآن لم ت ما عندها شريك تعالى جميع الآفاق اللي عندها هي أصبحت دورها أصبحت دور دوره مثبت للأمة هي دور مثبت وأصبحت تتعامل مع القضية كأنها حركة من حركات البيئة حركات السلام الحفاظ والبيئة لم تعد تعبر عن مستوى الطموح والأمة والذي كان قتل قبيل أن اليوم المبادرة أخذه المجاهدون حتى اللي يختلف معاهم كان واللي نورطلهم هم اللي أخذ المبادرة والأمة أنا أمتكد عن النوام الرسمي العربي اللي يدور منه الاستمرار في كراسي إسوان كانوا حكام أسرب سيمشي مع الجماهير به اللي الجماهير العربية اليوم أكد أن إقلاع الأظمة أسهل من إقلاع الشباك الإسرائيلي وإقلاع اختراق الجيش الإسرائيلي يقلقهم مد قوة الإيمانية استطاعت عنها تواجه هذه ما يسبب القبة الآمنة للجيش الإسرائيلي ومخابرات وردارات وصواريخ والقنبلة النووية وحالة وشافظ الله ما بالك بآخرين وبالتالي أنا توقع كيف قلت لك أن جميع الخطابات التثبيط يسوى عند الجامعة عربية يسوى عند النظام الخيمة الإبراهيمية يسوى عالتها بإعلان مكة ويسوى بإعلان التطبيع هذه كاملة الخطابات ماتت اليوم ذهبت إلى حاوية المهملات أو السلة المهملات لم تعد لن ترى من يستمع لها لأنها اثبتت بأنها كذبة كاملة وأنها لا تجدي مع الصهاين الشيء ولا تنفعهم الدول التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل العزة في المدنيين الإسرائيليين وأدانة ربما لا كأعتقد بأنها عندما بعد خلال أيام ستتراجع موقفها لأنها كانت مماسية أن هذا من للعاب النارية وكانت مماسية أنه تعول تحت الخوف والرهب من الصهاينة ومن القوة الغربية ولكنها عندما ترى بأن هذه قوة إلهية جاربة سيحتمون بجماهير الشعب العربي ويعرفون بأن المبادرة أخلها الله رضي نعود إلى موريتانيا هناك مسيرة يعني تحضرون لها الأحزاب السياسية مجتمعة يعني في موريتانيا بشكل عام يعني نحدثنا أكثر عن هذه المسيرة أعتقد بأن هي مهرجان وليست مسيرة أو مهرجان مهرجان وهي إلا مبادرة عفوية شاركت فيها الأحزاب كل الأحزاب وعمل من كل الأحزاب المريتانية 25 حزب وبعض المنظامات غير الحكومية من الفاعل مجال مكافحة الاختراق التطبيع الصهيوني وبعض المركزيات العمالية وبالتالي حتى أنها تتجاوز العناوين قاعة السياسية فهي هبة هبة جماهيرية شعبوية تلقائية لم تستخدم أدوات تقليدية لمهرجانات لا فيها باصات للنقل حد ولا فيها كذا ولا فيها تنازع بين أحد ولا أحزاب أخاتها بشكل عفوي وبالتالي كانت تتنافس في التنميم الهوط وفي التنمويل إيجاب بدون على كل يرضى بأن الأخر يحل ما أحلوا في ذلك وبالتالي وهي مناسبة من ثمن فيها مسلتين بأن القوة المعارضة جاءتها راقبة والقوة المالية في الأغلبية متحمسة لها حتى أن الحزب الرئيسي في الحاكم أخذ المبادرة في أنه أخذ تكاليفة كاملة لحسابه من دون الأحزاب الأخرى وهذا لو لا فعلا رغبة فخام رئيس الجمهورية ويرادته الرافضة للتطبيع وداعم للشعب الفلسطيني لعادت ماذا لأن بيه هي حزاب بعضها يعود يدافع عن التطبيع وهم رحلة التطبيع اللي يعود موجودة وبالتالي الشعب الموليتاني اليوم ما هي شيء كامل هو حكومته وليالي يكمل اليانا قلت لنا نكررها عن النظام الرسمي الموليتاني متقدم عن النظام الرسمي العربي وحكوماته وذلك عبرت عنه بيانة وزارة الخارجية وفيها هذه المسيرة يعني المهرجان أو المهرجان قصدي المهرجان طبعا يعني اليوم يمكن أن يكون وسيلة الضلط معينة والله زاد تلاحم مع الشعوب فقط هو هو نوع من تعبير العربي بشكل عام الشعبي شوف هو ما هو ما هو ضغط بالضغط يعدلوهم عند من تكون إرادة الشعب في بلد تتنافر مع حكومته نحن في هذه الموليتان لا نعاني منها صح بالحكومتنا ومستجمة مع إرادة الشعب في دعم الشعب الفلسطين هذه ما هي صيحة جماهرية من الشعب الموليتاني نقول لإخواننا في غزة وفي فلسطين وفي الأراضي 48 وفي فلسطين كل الفلسطين نحن معكم نحن معكم ومنين نجبر فرصة في التطوع عليه نعود معكم ومنين نجبر فرصة في التبرع عليه نعود معكم ونحن ماشي شيء معكم لكن ليقلمكم يقلمنا وأفراحكم ننتصر بيها وانتصاركم وانتصارنا وهذا هو أضعف الإيمان طبعا هناك سؤال يعني ربما خارج السياق وهو دائما يطرح في مثل هذه الحالات على فيسبق خصوصا ويقالوا أن الحزاب لا تتحرك بالأسعار وارتباع الأسعار وإنما في القضايا الخارجية تتحرك شيء من هذا القبيل يعني سؤال ربما خارج السياق لكنه مطروح على هذا ما هو ما هو وارد الحزاب كامل لكن من موقعه وبطريقة خطابه يطرح هم المواطني هذا ما يعني نحن ولي كرمنا ولي نحن ما أن أمتنا أمتا التي تعيش نحن أمتنا حياتهم استمرة وبالتالي هناك عندها تغذية روحية ومن بينها هذا العمل وقضية الأسعار نطرحوها ونحن في الأغلبية نطرحوها وتطرحوا حكومة نولودوها الحلول وولا هي قضايا لك خطاب الشعبوي اللي أن نحن يحاولوا يطرحوه طبيعي نحن كيف شميع الشعوب حتى كيف الشعب الفلسطيني شعب مخترق فينا واحدين يعتبرون أن القضية الفلسطينية بالنسبة لهم قضية عبذية وعنها ما تعنيهم حتى داخل الفلسطينيين نفسهم في عملاء الاحتلال وهي مناسبة بعد عن كشفة المقاومة ياسم نسامهم ونحن عندنا فيون الناس اللي ثبتنا ويعتبروا أن الوحن كان شبهنا فيه عندنا نوح لفشي من قشور الحياة وعن نقع فلسطين ما تعنينا والأقصام ما يعنينا والإيمان بالله ما يعنينا وعن إسرائيل قوة لا تقهر وأمري قواتنا ونحن عندنا إيمان عن لله الأمر ومقابلهم بعد وعن هذا نصرتهم نصرتنا وعن نحن هما حياتنا وعن في وقات في وقات الإيمان علمونهما الصمود مد مقطوع عنها الماء ومقطوع عنها الكهرباء ومقطوع عنها الحياة ومن 80 سنة هي هي تصارع وهي ما زالت ما زالت متمسكة بالحياة وقوته بناء دونته بناء مجتمعها معناها أن لا يتمسك بمجرد لو هذا هو اللي كان يراهن عليها الصحينا قبله أن الشعب الفلسطيني يتم تجينه ويشغاله بالحياة وهذا ظهر عنه مع الشعب كبار ويموتون والصوارين طبعا هذه المهرجان يوم ما لا بعد المهرجان بعد يعني استمرت نحن روح القيادة عند الإخوان في فلسطين الناس اللي في الشهداء في الميدان سنظل معهم دائمينهم وحكومتنا دعمتهم ومشاركة في اجتماعات الجامعة عربية والمنظومة الدولية ونحن دائمهم وعونهم وروح المبادرة أحلى المتاحنة لها جيد شكرا جزيلا لكم رئيس حزبي الإصلاح أحمد سالم وليطالبنا وشكرا وموصول لكم مشاهدنا كرام على حسين الإصلاح بالمتابعة وإلا نرقاكم في حلقات الأخرى من برنامج المشهد في أمان الله بارك الله وإنتم شكرا شكرا